الشروق اليومي وفي أحد مقالتها الصادرة اليوم قالت أن مصير بوغزور وسيد عبدالله وبوينان يتحدد الأربعاء حيث من المنتظر أن يقدم وزير السكن والعمران والمدينة عرضاً مفصلاً حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط مع المركز الوطني لهندسة البناء لمساعدة صاحب المشروع في التحكم في مشاريع المدن الجديدة سيد عبدالله وبوينان وبوغزور والمنعام كما عدت الشروق اليومي لسلسلة الاثترابات الجوية التي تشهدها عديد الولايات ما استدعى تدخل الجيش الوطني كما سجل سقوط أشجار بفعل قوت رياح التي وصلت سرعتها 110 كم في الساعة فيما وجد عشرات تلاميذ بالعاصمة والشلف أنفسهم يدرسون في أقسام أشبه بثلجات بسبب غياب التدفئة وانخفاض درجات الحرارة إسرائيل تستعد لمقاضات الجزائر أمام المحاكمة الدولية عنوان مقال في صحيفة الخبر حيث قال صاحب المقال أن الجزائر من بين الدول العربية التي أشار إليها رئيس وزراء الكيان الصهيوني التي تم إقرارها لأول مرة بهدف متابعتها قضائيا أمام المحاكمة الدولية بغية استرجام تزعم حكومة الاحتلال أنها ممتلكات وأموال يهود إذ طروا للتخلي عنها عقب هجرتهم سنة 1948 البلاد تحدثت عن قرار المديرية العامة للأمن الوطني المتعلق بفتح أربعة آلاف منصب مالي لمختلف التخصصات العلمية كالإدارة العامة الإعلام الآلي والتخطيط والإصلاح إضافة إلى شعبة التعليم والرياضة السكن والعمران وكذا شعبة الموارد المائية والأشغال العمومية ونختم بصحيفة وقت الجزائر وفي أحد مقالاتها كتبت أن الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة للأحوال الجوية لقطعات البناء والأشغال العمومية دفع أكثر من 21 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية